موسيقى مساء المحبة والسلام أنا عضوان الأحمر يحييكم مجددا في موسم جديد من المدار موسيقى السياسة فن الممكن والفن التشكيلي مساحة للخيال فكيف يمكن لفرد الجمع بينهما رئيس وزراء ألبانيا إديراما فنان وسياسي يدير شؤون بلاده وسط محيط ملتهب خلافات مؤقتة مع الجار اليونان وطرد لبعثة إيران وانتظار وعود تيرانا للانضمام الاتحاد الأوروبي وعين بلاده وسط كل هذا على انتهاء حرب أوكرانيا وروسيا قبل أن تمس نار الصراع بلاده لماذا رفض الاتحاد الأوروبي عضوية ألبانيا حتى هذه اللحظة وما هي الشروط والتعقيدات التي تمنحها حق العبور والانضمام وأن ستتحول دول غرب البلقان إلى أوكرانيا جديدة في ساحات صراع السياسة والاقتصاد في المدار نعرف التفاصيل موسيقى 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 مرحبا بكم مجدد مشاهدي المدار رحك ذلك بضيفنا سيد إيدي راما رئيس الوزراء الألباني مرحبا سيد إيدي راما شكرا جزيلا لكم على توجيه الدعوة أريد أن أسألك في البداية كيف استخدمت موهبتك الفنية في إدارة الملفات المعقدة سياسيا في ألبانيا أنت معجب بالفن التشكيلي وفنان تشكيلي ولديك رسومات دائما ترسمها على أوراق الأيفور كيف ساعدك تلك الموهبة الفنية في التعامل مع العواصف السياسية والاقتصادية في ألبانيا ومحيط غرب البلقان دعنا نقول بأن السياسة تدفع بالناس إلى حافة الجنون أحيانا وأيا كان الشخص الذي يتعاطى مع السياسة عليه أن يجد طريقة للحفاظ على عقله بالنسبة إلي كان الأمر بمثابة نعمة أعني أن تكون لدي موهبة أخرى لأنني بدأت بهذه الموهبة منذ الطفولة وبوسع مزاولتها الآن حتى وأنا أزاول مهام منصبي وبالتأكيد بصرف النظر عن الخلفية التي لدى المرح حينما ينضم إلى العمل السياسي سيكون عليه وسيتحتم عليه أن ينظر إلى العالم وأن يقارب مسألة اتخاذ القرار وكيف سيقيس ويحسب خطاه لذا أعتقد بأن الفن ساعدني لكي أضع في الحسبان دائما نقطة مهمة وهي أن الجمال مهم جدا للناس وللمجتمعات وللبلدان وللعالم برمته وأحيانا ما بوسع الجمال فعله من أجل تقريب الناس إلى بعضهم البعض ولزيادة احترام المجال العام قد يستحيل على الشرطة فعله مثلا إذن الجمال يساعد كثيرا في حفظ القانون والنظام إذا ما صح للقل الجمال والفن والسياسة كلها طبعا عوامل يستخدمها ديراما كما يقول المحبون وكما يقول الأعداء أيضا في التعامل مع الملفات ولكن هناك ملف سيد إيدي راما لا يمكن الإغفال عنه في بداية الحلقة وهو موضوع الاتحاد الأوروبي اسمح لي أن أسألك على هل تشعرون بالإحباط هل تشعرون بالتفاؤل في موضوع انضمامكم من الاتحاد الأوروبي هناك من يقول أن الانضمام لحلف الناتو لا يكفي وحده وأن الاتحاد الأوروبي أصبح يعني يساوم بعض الدول وخصوصا بعد أوكرانيا يمنيهم بالانضمام بغير الانضمام كيف ترى مستقبل انضمامكم من الاتحاد الأوروبي متفائل متشائم أم أنك سترسم صورة جميلة كما ترسم لوحاتك أيضا في التفاؤل في هذا الملف دعني أقول لك أنا للأسف وبشكل مأساوي أنا متشائم لست متفائلا كثيرا لكن يتعين علي القول بأن الأمر بالنسبة إلي الاتحاد الأوروبي أكثر الأشياء سحرا وإذهالا في تاريخ السياسة العالمية في تاريخ البشرية السياسي هذه الرؤية للسلام والأمن وذلك التحرك والسعي لجمع البلدان معا تلك البلدان التي كان لها تاريخ من محاربة بعضها البعض وإيجاد مصالح مشتركة من أجل المستقبل ووضع هذه المصلحة فوق كل اعتبار آخر من قبيل النزعات التفرقة التاريخية من جانب آخر الاتحاد الأوروبي راكم تجربة رائعة ومذهلة على مستوى الأداء المؤسسي للدول ولفصل السلطات الفعلي والحقيقي ولضمان حقوق الناس واحترامها وأيضا للمساواة أمام القانون جميع هذه الاعتبارات لا يمكن للمرء تعلم كيفية تنفيذ كل هذه الجوانب إذا ما كان في ناحية ما من العالم بعيدا عن الاتحاد الأوروبي سيأخذ الأمر أصعب بدون الاتحاد الأوروبي أريد أن أسألك سيدي دراما على موضوع انضمامكم إلى الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة منذ عام 2009 حتى هذا اليوم أكثر من 13 عاما قمتم بالانضمام إلى حلف الناتو وعود كثيرة لم يتم ضمكم حتى اليوم ما هو السبب؟ هل هي طلبات معقدة؟ هل هي عدم رغبة بعض الأعضاء؟ هل هي أسباب إثنية؟ مش رحنا أكثر عن عدم انضمامكم حتى هذه اللحظة سيدي دراما شكرا لا في الواقع ليست هناك مطالب تعجيزية إذا كان لي أن أقول من الاتحاد الأوروبي يتعين علينا القيام بما يجب فعله ومن المهم جدا الحرص على أن يفهم الجميع بأن الواجب الذي علينا القيام به وظيفتنا لن نفعله فقط لأنه مطلب من الاتحاد الأوروبي بل يتعين علينا فعل ذلك من أجل أطفالنا وأجيال المستقبل في ألبانيا من أجل أن تحظى هذه الأجيال بدولة ديمقراطية وفاعلة بمؤسسات ناجعة وفاعلة تضمن المساواة والعدالة للجميع وفي دولة لا يكون فيها أحد فوق القانون ويتعين بذل الكثير وقد فعلنا الكثير هنا لهذا السبب كنت أقول من قبل بأن الاتحاد الأوروبي مصدر رائع للخبرة والمعلومات قد يختلف الأمر قليلا في منطقة البلقان لدينا هنا كانت لدى بعض بلدان المنطقة تاريخ صعب وظروف تاريخية صعبة أعني لم تكن هناك تقاليد مؤسسية راسخة وأعني تقاليد من العيش في ظل حكم القانون لكن لا يمكن القول بأن المطالب تعجزية أو غير واقعية أعني مطالب الاتحاد الأوروبي أريد أن أسألك عن صرف يا سيد إديراما يعني في بداية الحرب على دعنا نقول أوكرانيا والهجوم الروسي على أوكرانيا رفضت الانضمام إلى موضوع العقوبات وذلك بسبب أنها ملت وسائمت الوعود من الاتحاد الأوروبي يعني حتى هذه اللحظة وقامت أيضا بدعنا نقول تبديل موقفها بسبب حالة اليأس هل ألبانيا متفائلة أو متشائمة هل أنتم قد تتخذون مواقف مشابهة في المستقبل أمن الحالة في ألبانيا مختلفة تماما عن صربيا نعم أعلم وكنا منذ اليوم الأول نناصر فرض الضغوط على صربيا من أجل الالتزام بالعقوبات لكن قلنا بأن هذه الضغوط يجب أن تكون معتدلة وأن يأخذ الاتحاد الأوروبي والحلفاء بعين الاعتبار مسألة عدم التسرع في التعامل مع صربيا لأننا نعلم بحكم التاريخ موقع وموقف صربيا صربيا تود الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وقد شرعت بعملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي لكن لدى صربيا رأي عام مؤيد إلى حد كبير لروسيا وليس هذا فقط بل ما يزال هناك الكثير من الاعتماد على روسيا في صربيا لا سيما في قطاع الطاقة لذا فإن صربيا ليست ألمانيا أعني بمعنى أن بوسعها فرض العقوبات بهذه السرعة على روسيا ومن ثم تستطيع وضع خطط بديلة للطاقة وبالتالي عزل نفسها تماما عن الاعتماد على الغاز الروسي لذا أعتقد بأن صربيا في نهاية المطاف ستكون في المكان الذي يتطلع إليه الجميع في الاتحاد الأوروبي ضمن التحالف الغربي لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لكن في الوقت نفسه يجب أن لا نقلل من أهمية مسألة أن صربيا في كل مرة كانت تحاول التموضع في موقف معقول في كل مرة يتعين التصويت ضد روسيا لكن نعم من المهم جدا من أجل إبعاد روسيا عن المنطقة أن نقدم أسباب لروسيا تدفعها إلى التفكير في أن عليها أعادة النظر في كثير من المسائل التي تخص المنطقة كي لا نسمح بأن ينحاز الموقف السربي إلى الجانب الروسي يعني استعادة رئيس الوزراء أريد أن أسألك على موضوع مبالغات أو نظرية مؤامرة أو واقع هناك من يقول أن يعني نسبة المسلمين في ألبانيا والتي تشكل من 60% إلى 70% هي المانع الأساسي لانضمام ألبانيا إلى الاتحاد الأوروبي بسبب يعني الغالبية المسلمة وهذا ما حدث أيضا مع تركيا ما رأيك في هذا الطرح؟ هل هو طرح مؤامراتي؟ طرح واقعي؟ وأنتم يعني الأدرى وأهل الشأن لا أتفق مع هذا الطرح ولا أظن بأن لهذا الجانب أي علاقة بالأمر لأننا ربما يكون لدينا نسبة عالية من المسلمين في هذه البلاد بارك الله بهم ولدينا أيضا نسبة كثيرا من المسيحيين وحتى من الملحدين لكن الشيء الأهم والأهم قيمة هنا هو أنهم جميعا إخوة وأخوات ألبانيين وما من مشاكل دينية ولم تكن لدينا أي نزاعات أو صراعات دينية ولطالما عشنا حياتنا معا في حب ووئام وسلام المسيحيون يحتفلون برمضان والكثير من المسلمين يحتفلون بأعياد الميلاد لذا بوسع القول في هذا الصدد بأننا في وضع وموقف جيد وما من مجال لهذه النظريات ثانيا أنا أعلم بأن بأنه في أوروبا قد لا تكون هناك طريقة سهلة لتقبل المسلمين إذا ما جاز القول وفي بعض الأحيان ومن المؤسف والمثير للحنق أيضا بعض الأصوات المفردة هنا وهناك صوات فردية وأحزاب سياسية يقولون هذا دون تورع لكن بالمجمل الاتحاد الأوروبي ليس مكانا لكي ينظر فيه إلى المسلمين على أنهم يشكلون خطرا أو يثيرون مشاكل ولطالما رحب بهم وأدمجوا في الاتحاد الأوروبي ونعلم جميعا بأن لدينا صراع نخذه يوميا مع المتطرفين هؤلاء الحمقى الذين لا يمثلون ثوى أقليات مهملة من مجتمعاتنا بعض المعتوهين الذين لديهم تصوراتهم البائدة والسخيفة وبعض بالتأكيد أولئك غلات البيضي وأصحاب النزعات الفوقية من العنصريين لكن لا أظن بأن الاتحاد الأوروبي يشكل منصة لهذه الأفكار لكن نعم هذه معركة ونضال يتعين علينا خوضهما لأننا رأينا مدى الصعوبة أحيانا مدى الصعوبة تنقل المهاجرين المسلمين مثل ما رأينا ذلك بالنسبة للنازحين والمهاجرين الأوكرانيين أن يتنقلوا في بعض الدول الأوروبية لكن المجتمعات الأوروبية مجتمعات الاتحاد الأوروبي مجتمعات قوية على صعيد احترام المبادئ والقيم التي قام عليها الاتحاد الأوروبي نعم في ألبانيا نحن مسلمون لكننا مسلمون أوروبيون في نهاية المطاف ونحن مسيحيون أوروبيون ولا نشعر إطلاقا بأي داع لأن نشرح لأي أحد بأن المسلمين والمسيحيين في هذه البلاد هم أوروبيون ويستحقون أن يكونوا جزءا من الأسرة الأوروبية قد أكونوا كاثوليكيا وزوجتي مسلمة وأطفالنا يتزوجون ولدي طفل صغير ربما يقرر أن يصبح يهوديا ما المشكلة هذه كلها مسائل شخصية والنبي أو كل الأنبياء لم يقولوا أبدا بأن أصحاب وأتباع الديانات الأخرى هم أعداء ما من نبي بعث برسالة كهذه هذه رسائل فقط تصدر عن أشخاص أغبياء ومثارا للعار سيدي دراما اسمحنا بفاصل قصير ومثل نعود لاستكمال ما تبقى معك من أسئلة فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونعود معكم في المدار انتظرونا منذ سنوات طويلة تبني ألبانيا الأمال بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي اعترف في عام 2000 بأنها دولة مرشحة محتملة فبدأت بعد ثلاث سنوات المفاوضات حول اتفاقية الاستقرار والمشاركة تقدمت تيرانا بطلب الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2009 وهو العام الذي انضمت فيه ألبانيا إلى النيتو كعضو كامل العضوية بعدها بعام وفق مجلس الاتحاد الأوروبي على السفر من دون تأشيرة إلى منطقة شنغن للمواطنين الألبان مذذلك الوقت دخلت ألبانيا في مفاوضات ودوامة الإجراءات ومطالبات الاتحاد كشرط لقبول انضمامها وفي عام 2019 وضعت ألمانيا شروطا عدة منها إصلاحات في نظام العدالة ومواصلة مكافحة المخدرات وغيرها حققت ألبانيا بعض مطالب الاتحاد على مدار عقد من الزمان ولكن في عام 2021 شكى رئيس وزرائها إيدي راما من تأخر إطلاق مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي مع بلاده قائلا إن اعتراض بالغارية يحتجز الإجراءات كرهينة بعد سنة من الشكوى أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات انضمام ألبانيا ومقادونيا الشمالية إلى التكتل لكنها لم تفضي إلى ننتائج مرجوة تاركة تيرانا تنتظر دورها بعد نحو 14 سنة من الانتظار مرحبا بكم مجددا مشاهديا المدار راح كذلك مجددا بالسيد إدي راما رئيس الوزراء الألباني مرحبا سيدي ديراما مجددا شكرا جزيلا سيدي ديراما ماذا عن بلغاريا أنا أعرف في موقعك رئيس وزراء تريد أن تحاول بالدبلوماسية كثيرا من عدم ذكر دول أو الأخير ولكن هناك تلويح من بلغاريا أنها ستقوم باستخدام الفيتو ضدكم أو ضد انضمام بلدكم للاتحاد الأوروبي هناك من وصف هذه الخطوة بأنها ستكون هدية إلى روسيا في حالا قامت بلغاريا فعلا بهذا التصرف ما هي العلاقة بين بلغاريا وألبانيا لماذا تريد بلغاريا استخدام الفيتو ضدكم لا أظن بأن هذه مزاعم صحيحة وفي حال كانت صحيحة فهذه أول مرة أسمع عنها بالمناسبة وسأكون مندهشا جدا لأننا وبلغاريا تجمعنا علاقة ودية جدا ولم تكن بيننا أي مشاكل ربما كانت هناك سجالات في السابق وهذا يتعلق بمقدونيا الشمالية جارتنا المحبوبة ولكن لا أظن بأن بلغاريا ستقدم على خطوة من هذا القبيل من أجل أن تقدمها هدية لروسيا الأقلية اليونانية سيدة ديراما في ألبانيا اشرحنا عن أوضاعهم هناك توترات تحدث دائما هناك من يقول أنها بسبب الجيرة وهناك من يقول أنها بسبب اعتقال بعض الرموز السياسية اليونانية المقيمة على الأراضي الألبانية هل هذا الخلاف سيستمر؟ هل هناك محاولات لرأب الصدع؟ هل أنتم فعلا اعتقلتم شخصيات سياسية أدت إلى هذا الخلاف أم لا؟ دعني أخبرك أولا اليونان دولة أوروبية وبلد عصري وحديث هذه الحكايات القادمة من أعماق التاريخ القديم أعني ما من مجال في هذا القرن الذي نحيا فيه حتى لمجرد التفكير في خوض هذه النقاشات فما بالك بالتفكير بأحلام من هذا القبيل لأنني لا أتخيل حتى أنهم يحلمون مجرد حلم بهذه الأشياء كجار اليونان كانت جارا طيبا وداعما بالنسبة لنا حتى على مستوى تطلعاتنا للانضمام الاتحاد الأوروبي هناك مئات الألاف من الألبان يعيشون في اليونان وهم مندمجون في تلك المجتمعات وهناك علاقات سياحية وتجمعنا علاقات أخوية وودية نعم قد تكون هناك مشاكل بين الفينة والأخرى وهذا يحدث بين الجيران بالمناسبة المشاكل تقع بين الجيران ولكن ما من شيء يمكن أن يمس أو يقوض العلاقات الودية وعلاقات الصداقة والمصالح المشتركة في النظر إلى المستقبل والمسار المشترك إلى المستقبل بما لا يمكن حله أحيانا قد تكون أشياء طفيفة وصغيرة تشكل أسبابا لخلافات ونزاعات تثير الضجيج بين الجيران ولكن في نهاية المطاف يتفهم الجميع بأنه ما من حياة سعيدة دون جيران سعداء أريد أن أسألك سيدي دراما على موضوع التنافس الروسي الصيني التركي داخل غرب البلقان وتحديدا ألبانيا روسيا بعد الحرب دعنا نقول لم يعد لديها وجود اقتصادي قوي ماذا عن تركيا؟ ماذا عن الصين؟ هل واجهتكم طلبات من الاتحاد الأوروبي مثلا بتخفيف الاعتماد على أي دعنا نقول وعود صينية للاستثمار؟ هل هناك تواجد صيني قوي داخل الأراضي الألبانية وغرب البلقان اقتصاديا؟ كيف يمكن أن تقيم هذه الثلاثية؟ روسيا، تركيا، الصين داخل غرب البلقان؟ في الواقع يصعب علي وضع الدول الثلاثة في سلة واحدة أو دول الثلاثة أعني هم أطراف فاعلة بخلفيات وأسباب مختلفة وتطلعات مختلفة في مقاربة البلقان المنطقة والمناطق الأخرى وفي الواقع ربما لا يتعذر بنا إهدار الكثير من الوقت لكي نعقب على روسيا فقد قدمت روسيا ما يكفي من الشرح عن نفسها من خلال غزو أوكرانيا بتلك الوحشية في العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين في هذا العقد الذي يمكن وصفه بعقد الاتحاد الأوروبي من خلال الاستثمار في الحرب في الحرب على الشعوب وفي الواقع غني عن القول بأن ما فعلته روسيا صدمنا جميعا بهذه الرؤية الإمبريالية للعالم إذن روسيا شرحت نفسها بما يكفي إذن ما توده روسيا من المنطقة واضح تماما ويسهل فهمه وشرحها وربما ليست لدينا أي مصلحة حتى في إقامة علاقة جيدة أو مهمة مع روسيا لأن تاريخنا شئنا أم أبينا في السراء والضراء في الواقع لم تكن لدينا مصالح خاصة مع روسيا في المنطقة ونذكر أيام ستالين في البوليفارد المركزي حتى نهاية التسعينات طغاتنا أرادوا أن يكونوا في صف ستالين في ذلك الوقت وقد فهمنا وعرفنا ومررنا بكل شيء لنفهم بأن تلك العلاقة لم تكن في مصلحة بلداننا إذن روسيا ليست مختلفة عن ما كانت عليه في السابق ونحن غير مهتمين بعلاقات معها وهم ربما فهموا أيضا بأن ألبانيا ليست منطقة أو حقلا أو تربة خصبة من أجل أن يبدروا فيها بذور التفرق في أوروبا فنحن ملتزمون تماما بالمجتمع اليورو أطلسي وقد تعلمنا دروس مهمة لأسباب كثيرة في طليعتها السلم والاستقرار بالنسبة للصين الصين قصة مختلفة الصين لعب كبير ومهم ولديها أجندة على علاقة بتوسعات ضخمة وهائلة في قطاع الأعمال لكن نحن في ألبانيا في الواقع ليست لدينا استثمارات صينية كبيرة وهائلة مقارنة مع البلدان الأخرى ربما يمكن القول بأننا نأتي في أسفل قائمة أما تركيا فقصة مختلفة تماما تركيا حليف استراتيجي لألبانيا وتجمعنا علاقات تضرب بجذورها في أعماق التاريخ ونحن ننظر إلى تركيا على أنها بلد شقيق لذا فإن تركيا مسألة مختلفة تماما سيدي دراما تحدثت عن روسيا وقلت يعني أنه لا يمكن التعاوم معها وشرحت لنا التاريخ دعنا نقول الاستعماري أو الطماع الروسية في السابق وفي الحاضر وأريد أن أسألك من هنا هل تخشى أو هل تتوقع أن تتحول بلادكم إلى الساحة ساحة صراع ما بين روسيا والغرب مستقبلا أم أن هذا بعيد وأريدك أن تشرح الأسباب إذا كانت ألبانيا لن تتحول إلى صاحة الصراع بين البلدين حسنا بلدنا لا يشكل أو ليس فيه أي سبب لكي يكون حقلا أو مجالا للنزاع بين الاتحاد الأوروبي وروسيا فمسألة شعبية الاتحاد الأوروبي تصل إلى نحو 90 أو 91% في أوساط المجتمع الألباني أني أستبعد أن يكون هناك أي دعم لأي أجندة روسية في ألبانيا سيد إدرام أريد أن أسألك على موضوع العلاقة مع إيران والسعودية ومنطقة الشرق الأوسط هناك من يقول أن العلاقة بين ألبانيا والسعودية قوية جدا لذررت أن ألبانيا انحازت للسعودية في موقفها ضد إيران وصعدت ضد السفير الإيراني وضد البعثة الدبلوماسية الإيرانية على الأراضي الألبانية وقامت بطردها بعد هجوم سيفراني ولكن السبب الحقيقي هو أيضا التحالف مع السعودية ما رأيك في هذا الطرح كيف هي علاقتكم مع السعودية كيف هي علاقتكم مع إيران ومن ثم سنأخذ بعد الفاصل تفاصيل أكثر لكي أكون منصفا بالنسبة للسعودية للمملكة العربية السعودية ولزعامتها المذهلة قيادتها الرائعة بالمناسبة لم يطلب مننا أبدا أن نقدم على فعل تعاطف كهذا كما وصفتها كان علينا أن نتخذ إجراء بشأن إيران لأن إيران تتصرف بوحشية إزاءنا فقد هاجموا ألبانيا بهجوم سيفراني خبيث ومضر جدا لماذا؟ لأننا قدمنا ملاذا لبضعة ألاف من اللاجئين الإيرانيين لم نكن نود إلى أن نحول ألبانيا إلى منصة سياسية لمناوأة النظام لم يكن ذلك هدفنا أو نيتنا وليست لدينا أي مصلحة لمناوأة ذلك النظام ولا لأن نكون منصة ضده ولكننا منحنا أولئك المواطنين اللجوء لأنه نحتاج إليه ولأنهم هربوا من العراق وجاءوا إلى بلادنا ونحن بلد يتحلى بمنتهى المسئولية حينما يتعلق الأمر بحياة الناس وبالمناسبة ألبانيا كانت البلد الوحيد في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية التي كان فيها يهود أكثر مما كان فيها قبل الحرب وقد حظي اليهود بحماية مطلقة في ألبانيا ولم يتعرض أي يهودي لأذن من النازيين في ألبانيا وقد حظوا بالحماية من المسلمين والمسيحيين وبالتالي منحنا الحماية للإيرانيين وللأفغان أيضا الأفغان الذين عملوا لنا في حلف الناتو حينما كانت أفغانستان في ذلك الوضع المأساوي وإذا ما جاز القول بأننا بيعناهم سوقنا لهم ذلك الحلم وذات يوم انسحب الناتو وأدار ظهره للأفغانيين لواجهوا الموت هل علينا أن نتخلى عنهم؟ نحن لسنا بذلك البلد الغني والكبير نعم ولكننا بلد لديه ذاكرة ونحن بلد دائما يلتزم إزاء البشر وحياتهم ويصونها إيران لم تفهم هذه المبادئ جيدا وهاجمتنا لذا كان علينا أن نقطع العلاقات الدبلوماسية معهم أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية وبلدان الخليج العربي فتجمعنا بهم علاقات وطيدة وعميقة مع الكويت مع السعودية مع الإمارات ونتطلع إلى تمتينها وبالمناسبة أنظر بعين الإعجاب إلى ما يجري وإلى النهضة الجارية في الإمارات وفي السعودية ولطالما أثني عليها وأثني على قادة تلك البلدان الذين يكشفون عن رؤى عميقة وينهضون بمستوى تلك البلدان ويفعلون ذلك بعدة سبل ونواح ونحن نستفيد من تجاربهم وخبراتهم وهذه أسباب كافية للإعجاب بما يفعلونه وأنا أتطلع وأمل بأننا سنتعلم الكثير الكثير منهم ومن تجاربهم وأمل بأن تغدو علاقاتنا أمتن وأمتن أعني ثمت الكثير الآن من الاتفاقيات والعلاقات مع تلك البلدان في الوقت الحالي ربما تحظى البلدان الأكبر بتلك الاتفاقيات مع المنطقة لكننا نحن ننظر بعين الإعجاب لهم ونود التعلم معهم منهم سيدي دراما لدينا بضع أسئلة متبقية أسمح لي أن نذهب بفاصل أخير ومن ثم نعود الاستكمال لها معك في هذه الحلقة فاصل قصر عزيزي المشاهدين ونكمل ما تبقى من أسئلة مع رئيس الوزراء الألباني دراما انتظرونا مرحبا بكم مجددا مشاهدين المدار رحب كذلك مجددا برئيس الوزراء الألباني السيد إيدي راما مرحبا سيدي دراما مجددا في المدار شكرا يعني سيد دراما هناك ثلاثة ألاف شخص من مجاهدي خلق يقومون على الأراضي الألبانية في أي لحظة كان هناك صلح بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران قد يطالبونكم بترحيلهم كيف سيكون موقفكم هل ستقومون بترحيلهم فعلا أم بالإبقاء عليهم كونكم أنتم قمتم بالترحيل بهم والضيافة بالاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية كيف هو يعني دعنا نقول شعور الشعب الألباني تجاه هؤلاء الأعضاء من مجاهدي خلقه لو مرحب بهم غير مرحب بهم نريد تفاصيل أكثر سيد إدي راما أولا هؤلاء الأشخاص جاءوا بموجب اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية ثانيا بوسع هؤلاء الناس أن يمكثوا في بلادنا طول الوقت الذي يتطلعون إليه لكن لا يتعين النظر إلى ألبانيا على أنها منصر لأجنداتهم السياسية لأن ذلك لم يكن جزءا من اتفاقنا بشأن استضافتهم وثالثا أشكك بالمناسبة وأشك في أن الولايات المتحدة الأمريكية ستأخذهم لماذا هذه الشكوك سيد إدي راما؟ لماذا تشك أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تستضيفهم وتتخلى عنهم أو تأخذهم وتطالب بإخراجهم من ألبانيا؟ لأن لدى أمريكا ما يكفيها من الناس والمشاكل للتعامل معهم بشأن أولئك الذين يفيدون إلى أمريكا أعني لذا لست واثقا بأن الولايات المتحدة ستقول بمنتهى البساطة نحن سنأخذ هؤلاء اللاجئين نعم لا مشكلة لدينا في وجودهم هنا طالما أنهم يحترمون الاتفاقية ولا ينتهكونها بشأن وجودهم على أراضينا سيدي دراما هناك مسؤول في لجنة شؤون العبادة أو مسؤول سابق في لجنة شؤون العبادة في ألبانيا قال عام 2016 أن مستوى التعليم والمستوى الاقتصادية وأوضاع المعيشة في ألبانيا هي ما سببت سهولة غسيل الأدمغة للطلاب أو للشعب الألباني أو دعنا نقول حتى لصغار السن عبر الإنترنت هل هذا صحيح؟ ما هي الأسباب التي أدت إلى ظهور اسم ألبانيا كدولة مستهدفة من قبل داعش تجنيد مئات تقريبا وعداد قليلة ولكنها أيضا تعتبر أعداد يعني دعنا نقول تأخذ بالحسبان من قبل الشباب الألبانيين ومنضمين لداعش ما هي الحقيقة؟ هل فعلا هذه هي الأسباب؟ أنت انتقدتهم أيضا وقلت أن هؤلاء يبالغون وكان هناك أيضا إدخال التعليم الديني في المدارس كنوع من الرد عليهم مشرحنا أكثر سيد إيدي راما الأرقام التي نتحدث عنها هي أقل من مئة بالمناسبة أقل أعني كل النقاشات الأخرى ليست جدية أو ليست لديها وجاهة وبالتالي ليست لدينا مشكلة على مستوى التطرف على مستوى كبير مجرد حفنة من الأفراد لعب أو تم التلاعب بأدمغتهم وبالتالي فهذه النقاشات وهذه السجالات ليست حقيقية أو لا تمتلك ما يكفي من الوجاهة بشأن بلدنا أعني ما من مشكلة فعلية أريد أن أسألك أيضا على موضوع محاولة إيران قد تكون مستقبلا لاختراق الداخل الألباني لصناعة نزاعات طائفية أو نزاعات مذهبية أو دينية أو حتى القيام بعمليات إرهابية انتقاما من إصطافتكم لمجاهدي خلق هل رصدتم أي تحرق خلال الفترة الماضية لإيران بمحاولة زعزعة استقرار ألبانيا هل لاحظتم أي نشاط مرتبط بإيرانيين يحاولون التقرب من جماعة مجاهدي خلق والتواصل مع النظام الإيراني أم لا يوجد أي من ذلك أبدا لا في الواقع لا أظن بأن علينا حتى أن نشغل بالنا بأشياء من هذا القبيل حتى ويعلم الجميع بأننا لسنا بمفردنا فقط ألبانيا بلد صغير بل نحن جزء من حلف الناتو وبالتالي على الجميع أن يفكر ويعيد حساباتهم مرارا سيد ديراما من الأسئلة الأخيرة وقد يكون هذا هو السؤال الأخير أريد أن أسألك على موضوع هجرة العقول هناك من يقول أن هناك هجرة للعقول الألبانية كثيرة ولم تستطع إلى الآن يعني تيرانا من إعادتهم ومن استضافتهم ومن تمكينهم حتى يصبحوا دعنا نقول أدوات فاعلة في البلاد ما رأيك في موضوع هجرة العقول الألبانية هل هذا طرح صحيح؟ هل هذا مبالغة؟ ماذا سيفعل السياسي والفنان والرسام إديراما في استضافة وإعادة العقول المهاجرة إلى أراضيها؟ في الواقع ما من حلول سحرية هنا دعني أقول وهذه تجربة مرت بها مختلف البلدان عبر مختلف مراحل التاريخ وألبانيا ليست استثناءا في هذه التجربة اليوم فكما تعلمون نحن بلدان مفتوحة ومنفتحة وحتى بلدان في الاتحاد الأوروبي مثل البرتغال وإيطاليا واليونان أعني جميعها تواجه هذه المشكلة لأن هناك نزعة جعلت من العالم قرية صغيرة وبالتالي فإن البلدان أو الأشخاص في البلدان الأقل نماء وتطورا ينزعون إلى الهجرة نحو البلدان الأكثر تطورا وكما قلت ما من حلول السحرية علينا أن نتعاطى ونتكيف مع هذه المشكلة ونبذل قصار جهدنا من أجل تحسين أوضاعنا ولكن حمدا لله نحن نعيش في عالم منفتح لا نعيش في عالم لا يسمح لنا فيه بالسفر وبالإقامة في بلدان أخرى وأن نمكث في بلداننا فقط وأن نكتفي بمجرد تخيل العالم لذا فإن الأجيال الشابة لديها الحق في القول مثلا أنا مواطن ألباني لكن من حقي أن أذهب إلى بلد آخر لذا ما من حل سحري يمكن تقديمه الآن على وجه السرعة لجميع مواطني بلدان العالم الأقل نماء وتطورا من أجل ثانيهم عن الذهاب للعيش في لندن أو ستوكهولم أو في فيينا هذه عملية طويلة تستغرق وقتا ولكن في الوقت عينها من المهم أن نقول بأن منظومة الهجرة لدينا تقدم دعما كبيرا لأسر ألبانيا ومن المهم جدا أن نراكم المزيد من المعارف والتجارب التي سيعود بها هؤلاء المغتربين ذات يوم وستكون بمثابة كنز لبلدهم لا شك في ذلك لكن كل ما يمكن فعله هو العمل ومن ثم العمل والعمل ما من سحر سيد إدراما سؤال الأخير طبعا وفي الجزء الأخير دائما نسأل أسئلة غير مرتبطة ببعض أريد أن نسألك سؤال نختم به الحلقة كيف ترى مصير الحرب الروسية الأوكرانية ما هو السيناريو الأقرب إلى تصورك وأنت قريب من المنطقة وعضو في حلف أن تشرحنا ماذا تتصور وكيف تتوقع النهاية سيد إدراما إذا كان لدي إجابة فإنني سأطلب منك أن تعطيني بئر نفط مقابله لكن للأسف ما من إجابة في جعبتي سيد إدراما رئيس الوزراء الألباني شكرا لك على إتاحة الوقت شكرا لك على قبول دعوة قناة الشرق وبرنامج المدار كنت معنا شكرا لكم عزيزي المشاهدين إلى مدارا جديد الأسبوع المقبل ألقاكم